اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام اليوم في يوم جديد وحلقة جديدة في شهر رمضان المبارك ومحور هذه الحلقة سيكون عن فعل أعمال الخير في شهر رمضان مشاهدين الكرام فاصل ونعود إليكم عدنا وإياكم مشاهدين الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية رحبوا معي بضيف هذه الحلقة السلام عليكم وعليكم والسلام شوانك حبيبي زيان الحمد لله مشاهدين الكرام طبعا برنامج نبي مجموعة مكعبات وكل مكعب يحتوي على سؤال يوجه لضيف الحلقة المكعب الأول والسؤال الأول يقول اسمك الثلاثي وعمرك وسكنك علي بحمد نزار وعمره 13 سنة واسكني بكربلاء أما المكعب الثاني سؤاله في أي مرحلة دراسية الأول متوسط أما المكعب الثالث يسيرك شنو طموحك العلمي طموح العلمي أصر عالم أحياء لماذا اختارت السعر عالم الأحياء لأنني أحب الأحياء أحب أكتشف الأشياء أدرس العلماء تقدر مثلا في هذا المجال تقدم أبا عبد الله الحسين يقدر شلون وضح ممكن أسوي اكتشافات وأهدي ثوابها لأبا عبد الله المكعب الرابئ فيه سؤال أهلا وهو شنو يعني لك شهر رمضان المبارك شهر خير ونعمل بلعبان الزينة ونقرأ بقران والصلي ونحصل ثواب وأجر خلوك يا أنا حبيبي علاوي شكرا مشاهدين الكرام فاصل ونعود إليكم أدنا وإياكم مشاهدين الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية المكعب الخامس يطرح عليك السؤال ويقول شلونك ويصوم العبادات أنا بديت من الصف الرابع أصوم وإن شاء الله هذه السنة رح أصوم المكعب السادس يسألك ويقول شن رأيك بفعل أعمال الخير في شهر رمضان العبادات ومحبة لآخرين ومحبة للناس المكعب السابع حاب يوجه لك السؤال ويطرح عليك ويقول أبرايك شنو أجمل أعمال الخير ومحبة تهدي الإمام الحسين عبد الحص الأجر والثواب شكرا جزيلا إلك حبيبي الله يوقك بحق والحسين شكرا جزيلا لكم مشاهدين الكرام مشاهدين فاصل ونعود إلى ختام هذه الحلقة عدنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى مسك ختام هذه الحلقة وحبينا أن نهديكم هدية ألا وهو حديث من حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به مشاهدين الكرام إلى هنا انتهت حلقة من حلقات برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية فيا مانيلا اشتركوا في القناة